السلام عليكم, bonjour tout le monde ومرحبا بكم في الدرس الجديد على قناة سي الدرس ديال اليوم كي نسمي الدروس الأفعال الاكتر استعمال في اللغة الفرنسية اليوم غادي نشوفو لغادي نشوفو لغادي فعل الفعل اول حاجة نشوفو كي باش كنصرفو لغادي فعل او بخزن دو لندكاسي في عني في الحادر تنقولو نشوفو تشوفو يل أو بيان أل بيان أم فى نو فزن وفت يل أو بيان أل فى ادن كين جو جديا الختلفات في هدل ورب فى الختلف الأول هو أننا كنكتبو نفزن mais en prononce نفزن كن نتقوها فزن وخاكينا اعي لأن أعي نرمال مو كتسنطق ي ولكن هنا نفزن وبنسبة لغادي ففو وندي وفت ماشي وفزي وفت الآن هنشوفو كلكو ذكس خصو اللي كي تستعمل فيها لغادي ففر يعني بعد العبارات اللي كنتستعملو فيها لغادي ففر اول حاجة لغادي ففر كي تستعمل بزاف مني كن كنون كن هدو على الريادات ومني كن بغن عبر نقول أنني كن مارس إحدى الريادات كنستعمل لغادي ففر مثلا لغادي 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 أو لغادي لغادي أو لغادي أو لغادي أو لغادي أو لغادي المشي المهم في هذه الصورة كان واحد الشيما اللي كي بينا بعض الاستعمالات لغادي اللي كنتستعملوها بشكل يومي مثلا إلا كنا كن هدرو على حالة الطقس برقم واحد سنقولو الفي بو سوف يدير الطقس جميل نهار مزيان جو صافي اتتا ولا كنقولو الفي موفي الفي موفي الطن يعني الطقس سيء نهار ممزيانش مزوينش الجو كل عجاج اتتا كنقولو الفي موفي الطن برقم اتنان إلا كان شي ضوجي يعني شي خطر عمي في موفي اتنسو وللا ما كانش منتابه مثلا اه ولد صغير ما متابهش كان قولي في موفي اتنسو يعني انتابه وللا كان شي خطر يعني احضر في موفي اتنسو بنسبال تخوازيم اتوليزاسو إلا كان تدراني شي حاجة مثلا كتقلمني كان قول سفى مال سفى مال ومثلا الدرسة لا يحفظ اولا شي حاجة ومنها ممكن نقولو طلع عبارة ديالشي حاجة اللي شفتها وبقى في الحال كان قول سفى مال كور يعني اترت فيها بزاف في القلب ديالي وتتأترت بها بنسبال نمغو 4 كان قولو كان هندروني تعالي الجو وتنقولو الفي شو الفي شو إلا كان الجو حار كان السهد وبيا الفي فخوة الفي فخوة إلا كان الجو بارد تنقولو كدلك بنسبة الرقم 6 الفي بار شو واحد خلعني كان قولو الفي بار هادك تيخلع إنهو مخيف ولا سفى فخوة راهدك شي خوفني سفى حسبني كان قولو سا يعني كان عانيو واحد شي ولكن من تنقولو إلا كان عانيو إلا كان عانيو إلا كان عانيو إنسان إلا فخوة ولا كان شي حاجة كان قولو سفى فخوة لاميم شوز بحال سفى مال يعني شي حاجة دراتني بنسبة الرقم 7 جوج الناس أو كتار كي تعرفوا إلا فخوة كونيسانس إلا فخوة كونيسانس يعني إلا كي تعرفوا فما بيناتهم إلا فخوة كونيسانس بنسبة شي واحد إلا كان منفخ ولا ما بغاشي يتجاوب معانا ولا تفقع ولا هادا كان قولو إلا فى لا تتت إلا فى لا تتت ولينا بغانا نهضرو مع شي واحد نقولي فخوة تفى 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 يعني منفخ ما بغاش تهدار تفقع تي نسامل كذلك لوافخ نتكلم على بعض الأنشيطة اليومية نقوم بها يوميا مثلا جفى مون لي جفى مون لي وراتي بساريري جفى مي دوار ونجيزو واجيباتي جفى مي دوار جفى لكورس أو بيان جفى دكورس أنا أتسوق مني كان مشي مثلا مارشي وكان نكون كنشري الخضراء وكان نشري شي حاجة اللي عنده علاقة بالدار تنقول جفى دي كورس جفى جفى المناج أقومو بيتاندف جفى 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 يعني أقومو بيتاندف ني كان كنشري الخوائيج ولهذا كان دي جفى 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 جيد جزي جفى جفى يمكنك تفكر يقول جفى 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 يعني كتبان صغر من سين دي لكتنو فيبا التوناج كتبان صغر من سين دي voilà كان هذا كل شي بنسبة لدرس ديال اليوم بريت نشكر الناس اللي كي تواصلوا معايا персонالما ونتمنى لكون كنفيدكم ولكانت عندكم شن ملاحظات ما تبخلوش بيها ويودون رنديفو ان شاء الله لسيونس البروشان الدرس المقبل au revoir اشتركوا في القناة